اليوم سنتعلم مع بعض كيف نعمل تطبيق من السفر لحد لما يكون جاهز ونزل على جوجل بلاي عشان اي حد يقدر يستخدمه تابع معي الشرح ويلا بينا اول حاجة هنفتح جوجل كروم بعد كده حضراتكم في البحث هنا هنكتب visual studio code بعد كده هنعمل search بعدين هندخل على اول موقع بعدين هنزل معكم بالشكل ده هنضغط على download for windows عشان نحمل البرنامج ده على الجهاز عندنا تمام بعد كده هتضغط على تحميل واتحمله باسهل طريقة انا محمله عندي بالشكل ده فهضغط عليه افتحه طبعا حضراتكم البرنامج هيفتح معكم بالشكل ده وهيكون لسه جديدة عندكم تمام طبعا انتم مش هتلاقوا الحاجات ده عندكم انا ضيفها قبل كده اللي هتلاقوه الحاجات دي بس تمام اللي فوق دي بس عشان نبدأ نعمل تطبيق احترافي ويكون فعلا ممتاز عن طريق الذكاء الاصطناعي هنعمل ايه يا بيسو تابع مع الشرح وان شاء الله هنشرح خطوة خطوة كويس جدا طبعا اول حاجة هنيجي على حاجة اسمه هنضغط عليها تمام بعد كده حضراتكم هيزهر معاكم الشكل ده طبعا هنستخدم الذكاء الاصطناعي اللي هو جيميناي تمام هنكتب في البحث هنا جيميناي تمام دلوقتي حضراتكم هيزهر معاكم جيميناي بالشكل ده هنضغط عليه نفتحه بعد كده هنضغط على انستول عشان نحمله تمام تمام دلوقتي خلاص هنضغط عليها بعد كده زكاء الصناعي او شات نقدر ان احنا نكتب له حاجة هنا ويبدأ ان هو يعمل لنا التطبيق بتاعنا كويس جدا ودلوقتي هتضغطه على حاجة اسمها فايل بعد كده اوبن فولدر للطريقة دي عشان نبدأ ان احنا نعمل فولدر شبه ده عشان نكتب اسم التطبيق بتاعنا كويس جدا هنعمل كليك يمين تمام بعد كده نيو وبعدين على فولدر هنسمي هنا اسم التطبيق اللي احنا عاملينه على حسب كل شخص طبعا من المتابعين بتوعي او المشاهدين طبعا على دماغي من فوق كل واحد فيكم اكتبوا اسم التطبيق بتاعكم اللي انت هتعملوه ولياكن انا النهاردة ان شاء الله هنشئ تطبيق مؤلد الصور هكتب مؤلد الصور تمام بعد ما تكتب اسم التطبيق هنضغط على الفولدر ده تمام بعد كده هنضغط على اس زي ما انتم شايفين حضراتكم ظهر عندنا الفولدر بالاسم اللي احنا عملناه كويس جدا هنرجع دلوقتي الجيميناي بعد كده هنبدأ دلوقتي بقى ان احنا نبدأ نعمل التطبيق بتاعنا كويس انا طبعا جبت من شات جي بيتي تمام النص ده اللي مش عارف شات جي بيتي برضه انا لازم اشرح يا جماعة كاملا يعني عشان كله يفهم فاق اعذروني كل اللي عليك عشان تجيب نص من شات جي بيتي هتروح على جوجل كوروم تمام وتكتبو له هنا اريد نص تمام لانشاء تطبيق مثلا اي تطبيق انتو عايزينه بقى فاهمتوني بقى اسهل طريقة جدا جدا بعد ما تاخدوا النص ده تمام هنرجع للبرنامج بتاعنا دلوقتي تمام انا خلاص جبت النص دلوقتي بقى هبدأ ان انا اعمل التطبيق زي ما انتم شايفين انا بقول له هنا ايه بقول له من فضلك انشئ لي تطبيق اندوريد بلغة كاتلين ايه لغة كاتلين دي لغة كاتلين دي جماعة هي لغة انشاء تطبيق اندوريد تمام هي لغة برمجة يعني بتنشئ تطبيق اندوريد كويس والتطبيق يكون بسيط ان الشخص يقدر ان يكتب شيء ويولد الصور يعني الشخص في تطبيق يكتب اي حاجة عايزها ويبدأ ان التطبيق يولد له الصور او ينشئ له الصور تمام بعد ما نكتب النص بتاعنا هنا كل حاجة تمام اهم حاجة حضراتكم دلوقتي انكم هتلاولوا الاجينت دي عندكم مقفولة تمام بالشكل ده وتساعدكم على ان التطبيق لو فيه اخطاء بتسلحها بعد كده هنضغط على ارسال النص من هنا تمام على علامة الساهم نضغط عليها وهبدأ دلوقتي ينشئ التطبيق باسهل طريقة زي ما انتم شايفين هو رد علي وقال لي ساكم بانشاء تطبيق اندوريد بسيت لك عن طريق لغة كاتلين كويس بيقول لي هنا انت عايز التصميم ده يعني وكل حاجة هل توافق على الخطة دي يعني هو بيساعدني ان احنا نعمل حاجة معينة مش مشكلة هقول له تمام 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 ابدأ الان بعد كده نضغط على ارسال ويبدأ يعمل التطبيق بالنص اللي هو كتبهولي يعني او الخطة بتاعته نشوفه هل التطبيق هيكون ممتاز ولا لا زي ما انتم شايفين زاهر عندنا ان احنا نضغط على اكسبت هنضغط على اكسبت هنا تمام عشان يبدأ ان هو يعمل اي حاجة هو عايزها لازم نضغط على اكسبت حضراتكم لو جاب لكم علامة الصحف اي حاجة يبقى كل حاجة تمام زي ما انتم شايفين تمام دلوقت حضراتكم هو عامل البرنامج ازاي بقى نستعرض البرنامج ده كويس جدا اول حاجة هنروح على جوجل تمام بعد كده حضراتكم هنا هنكتب استوديو اندرويد تمام بالشكل ده بعد كده نعمل بحث هنضغط على اول موقع بعد كده على تنزيل بعد كده هننزل تحت هنعلم هنا بعدين على تحميل او تنزيل وزي ما انتم شايفين هتبدو انكم تحملوا البرنامج ده بقى اسهل طريقة عشان ده ان هنعمل بيه التطبيق بتاعنا عملت اندرويد ستوديو هضغط عليه بعد كده هنضغط على نيكست وكمان نيكست وكمان مرة نيكست وينستول وهيبدأ ان هو يحمل البرنامج معنا بالشكل ده طبعا بفكر حضرتك انك تعمل اشتراك ولايك لو استفدت مني وكمان يكتب لي كومنت حلو منك تحت عشان اشوفه عشان ان شاء الله استمر بتنزيل الفيديوهات ويلا بينا لتكملة الشرح كل اللي عليك انك هتيجي تحت هتكتب اندرويد زي ما انتم شايفين اهو تمام بعد كده هتضغط على برنامج تفتحه بشكل عادي جدا جدا بعد ما تفتحوا اندرويد ستوديو اول حاجة طبعا هتضغطه على التلات شرات بعد كده على نيو بعد كده على نيو بروجيكت بعد كده حضرتكم هيزهر معاكم الشكل ده تمام هنضغط على نيو اكتيفتي بعدين على نيكست دلوقتي حضرتكم هنا هنكتب اسم التطبيق تمام يعني انا دلوقتي عملت اسم التطبيق بتاعي في الفولدر يعني اللي احنا عملناه مؤلد الصور فانا هنا بالانجليزي هكتب مؤلد الصور بس بالانجليش فانا دلوقتي هكتب image generator كويس جدا بعد كده في الانجويتش هنختار كاتلن تمام تمام بعد كده في الفولدر هنا حضرتكم هنختار الفولدر اللي احنا عملناه اللي هو مؤلد الصور تمام تمام زي ما انتم شايفين بيقول لي هنا في مشكلة وانك انت كاتب هنا مؤلد الصور بالعربي طيب يا بيسو ازاي نحل المشكلة دي كويس جدا تمام حضرتكم دلوقتي هو طالب مني ان انا اغير اسم مؤلد الصور ده للانجليزي دلوقتي حضرتكم هنعمل ايه كويس هنعمل فولدر جديد تمام هنضغط على new بعدين على فولدر هنسميه بالانجليزي دلوقتي سميته image generator تمام دلوقتي هنروح اللي في الفولدر بالعربي تمام هاخد كل دول كوبي كده تمام كوبي بعدك هنروح في الفولدر بتاع الانجليزي تمام حضرت بيست هنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده هنرجع لاندرويد ستوديو بعدين حضرتكم بقى هنجع الفولدر بتاعنا تمام ونختار الفولدر اللي احنا عملناه بالانجليزي زي ما انتم شايفين بعدين على select folder زي ما انتم شايفين علامة الفينيش ظهرت عندنا كل حاجة بقت تمام كويس عندنا هنا خطوة مهمة وان انت هنا عايز التطبيق ده يشتغل على اندرويد كام يعني على حسب اندرويد الموبايل فاحنا هنخليها مثلا على يا جماعة خلوها تمانية او تسعة لان خمسة فيها مشاكل تمام بعتذر لكم بعد كده هندغط على finish ممكن حد يسألني دلوقتي يقول لي طيب يا بيسو انا مش عايز انزل التطبيق بتاعي غير لما عمله تست او تجربة يعني ايه يعني انا دلوقتي عايز اعرض الموبايل بتاعي هنا تمام او اي مكان اعرض فيه التطبيق بتاعي عشان اعرف هلا هو التطبيق فانا نشغل ولا لا طبعا اول حاجه حضراتكم هتجيبه اليو اس بي بتاعي الموبايل هتوصلوه بالكيسة كويس كده كويس بعد كده هتوصل اليو اس بي في الموبايل تمام انا طبعا بوصله معاكم اهو وزي ما انتم شايفين عمل صوت كويس بعد ما اتوصلوا هتعملو ايه كل اللي عليكم انكم لازم تكونوا مفعالي حاجه اسمها خيارات المطور تمام ؟ واقول لكم يعني ايه خيارات المطور دلوقتي هنفعلها مع بعض دلوقتي حضراتكم انا فتحت الموبايل اهو تمام? هنخش على اعدادات عندنا. بعد كده هننزل تحت خالص على حاجة اسمها حول الهاتف. تمام? بعدين هنيجي على حاجة اسمها معلامات البرنامج. تمام? هندغط عليها. بعدين حضراتكم هتيجوا على حاجة اسمها رقم الاصدار هتفعلوها سبع مرات. تمام? انا مدرش طبعا افعلها لان انا مفعلها قبل كده. فانتم حضراتكم بتظهر عندكم تحت هنا اسمها خيارات المطور. طبعا بتظهر في اي مكان على حسب نوع الموبايل. كويس. هدغط عليها. بعد كده هنزل تحت. وفعل حاجة اسمها تصحيح اخطاء يو اس بي. كويس. بعد ما اتفعلوها هنرجع كده لبرنامج بتاعنا. زي ما انتم شايفين هنزهر عندنا علامة المسلس زي هنضغط عليها. تمام? عشان نبدأ ان احنا نشغل التطبيق بتاعنا. كويس جدا. زي ما انتم شايفين طبعا التطبيق بتاعي ظهر عندي في الموبايل بس مظهرش هنا في الشاشة. كويس. هندغط هنا. بعد كده هندغط على ديفايس مانجر. تمام? بعد كده هندغط هنا. تمام زي ما انتم شايفين. بدأ ان هو يظهر البرنامج باسهل طريقة. دلوقتي حضراتكم لو ظهر عندكم مشاكل في التطبيق. ازاي تسلحوها. كل اللي علينا ان احنا هنرجع للخطوة الاولى. واللي هي لزكاء الصناعي لجيمي ناي. هنكتب له المشكلة بتاعتنا. وهو يحلها. وطبعا بعد ما يحلها. هنرجع لاندوريت استوديو. بعد كده هندغط على ثلاث شرط. ونيو. ونيو بروشيكت. تمام? وبعد كده نو اكتيفتي. ونجست. ونبدأ ان احنا نعمل نفس الخط ثاني. عشان نحل المشكلة بتاعت التطبيق. كده فهمتوني كويس جدا. طبعا حضراتكم الخطوة المهمة دلوقتي ازاي نحمل البرنامج بتاعنا. او نخليه لابك او او اي بي بي. عشان لو عايزين ننزله على جوجل بلاي فيما بعد. اول حاجة هتيجي عدرات شرط اللي فوق. بعدين على حاجة اسمها. بعدين هتيجي على حاجة اسمها. بعدين هتيجي على حاجة اسمها. هتضغط عليها. دلوقتي حضراتكم بيطلهم منكم هل انتم عايزين تستغرجوا التطبيق بالاي بي بي. ولا اي بي كي. تمام? طبعا يا جماعة الاندرويد اب باندل ديت بتاعت الجوجل بلاي يعني لو انت هتنزل التطبيق بتاعك لجوجل بلاي. فهم بيحتاجوا لي اي بي بي. تمام? فلو انت مش هتنزل التطبيق بتاعك وعايزوا مسلا بين صحابك كده او هتنزله في موقع اخر غير جوجل بلاي. فهتختار اي بي كي. طبعا حضراتكم هيتطلب منكم شوية حاجات. تمام? اول حاجة عشان نعمل الحاجات دي هندغط على كريت. دلوقتي فيه شوية حاجات مهمة جدا جدا. لازم تعملها. هنيجي على حاس ماك كي ستور. تمام? هنضغط على الفولدر اللي هنا. بعدين هنختار مكان حفز التطبيق بتاعنا. واللي يكون اختار ديسكوتوب. بعد كده هسميه اي اسم. هسميه مثلا باسل. تمام? عوات. بعد كده على سيف. زي ما انتم شايفين يعني التطبيق بتاعي. هيوصل لي باسل عوات في الفولدر اللي انا عملته ده. تمام? في المكان ده يعني. كويس. بعد كده بيقولك هنا باسورد. الباسورد ده يا جماعة مهم جدا. لازم تحفزوه زي كلمة سيريل الفيسبوك كده تكون معكم دايما عشان فيما بعد لو عايز تعمل تحديث ليه التطبيق فانت بتخش بالباسورد. تمام? تمام? انا هكتب باسورد مسلا. تمام? زي ما انتم مشايفين بالشكل ده. تمام? وهنكتب الباسورد هنا كمان مرة. تمام? بيقولك هنا عمري التطبيق عايز اقديه. خلي زي ما هي خمسة وعشرين سنة. تمام? وهنا لو عايز تكتب اسمك مسلا هكتب اسم انا. تمام? بس كده. لا تعملش اي حاجة تاني. بعد كده اضغط على اوكي. طبعا زي ما انتم مشايفين البيانات كلها زهرت هنا. تمام? انت حضرتك طبعا لما تيجي تعمل تحديث للتطبيق فانت مش هتضغط على كريت. لا اما انت عملت قبل كده. يعني احنا عملنا مع بعضه. انت فيما بعد لما تيجي تعمل تحديث فانت هتخش تكتب الباسورد هنا على طول. فهمتني? تمام? بعد كده نضغط على نكست. بعد كده حضراتكم هنسيبها ريليز زي ما هي. بعدين هنضغط على كريت. وهدأ زي ما انتم مشايفين يعمل التطبيق وباسهل طري دقيقة جدا جدا. زي ما انتم شايفين حضراتكم بيقوللي هنا هندغط هنا. تمام? او هنا. تمام? بعد كده زي ما انتم مشايفين ده التطبيق بتاعنا الي احنا نقدر نستخدمه في جوجل بلاي. وتنزله في جوجل بلاي. تمام? طبعا جوجل بلاي بيطلب منكم انكم تحط التطبيق بتاعكم بسيرة ال� look. الزي ما انتم شافين.ondi select from the algorithm. حضرتكم عشان تنزلي التطبيق ده على جوجل بلاي. هتعمله ايه? كل اللي عليكم انكم بتبحسوا هنا على بىer القطار من خان patience en google play console تمام google play console مثل ما انتم شايفين بالشكل ده بعد كده هنبدأ لضغط على اول موقع الدلوقت يأتي هدر يحمر حساب داخل..... لو انت ترى التغرير جميل خادته بذلك وبعد كده على التğثم الآمن وبتختار جميل معين اختار هذا الجميل ب suffir بعد كده هنبدأ وبعد decree ق� وبعد فى الخطوات الاولى بعد كده على مثل المتابعة اقل لك الاسم الذي يدفع المستردمين على jugegl play وليكن هكتب بيسو تيك تمام بيسو تيك بعد كده على التالي بعد كده بيقولك هنا لازم تدفع الفلوس عشان تقدر تنزل التطبيق على جوجل بلاي يعني بتضغط على انشاء ملف دفع عشان تدفع خمسة عشرين دولار للموقع او جوجل بلاي عشان تبدأ انك تنزل التطبيق بتاعك فهمتوني تمام فحاليا للأسف انا ما دفعتش خلوش عشان انشر التطبيقات لسه ما انشأتش تطبيقات عشان انشرها بس كده لكن شرحيني النهاردة كان معكم باسل من كناتكم بيسو تكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته